السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي رح نذكر طن الفروق ما بين البصل الأحمر والبصل الأصفر والبصل الأخضر ويعني رح يكون إن شاء الله عندك مرجع عن البصل نشوف الميت غرام من البصل شو اللي موجود فيه المؤشر اللي يسي من البصل من 10 ل 12 في الاثنين طبعا في الأخضر أو في الناشب وفي بعض الإخوة سألوني وطلبوا مني أني أضع السعرات الحرارية فالبصل الناشف أو الناضج بيكون فيه السعرات الحرارية فيه 40 والبصل الأخضر بيكون 32 نسبة الماء في البصل الناشف 88 وفي الأخضر 89 الكربوهايدرات مجموحة كاملة 9 غرامات في كل 100 غرام طبعا من البصل الناشف سواء كان الأحمر أو الأصفر و7 غرامات في البصل الأخضر أنا أحط إشارة الصح جنب البصل الأفيد في الاستهلاك يعني لما نستهلك من اللي بيفيدنا أكثر فاللي عنده إشارة صح هذا بيكون أفيد لجسمنا الألياف الناشف فيه 81 بالعشرة والأخضر فيه 82 بالعشرة السكر 5.5 في الناشف 2.6 بالعشرة غرام اللي موجود في الأخضر طبعا أقل منه الناشف 1.7 بالعشرة غرام في الناشف 1.6 بالعشرة غرام في الأخضر البروتين 1.1 بالعشرة في الناشف 1.9 بالعشرة غرام في البصل الأخضر الدهون 0.2 الدهون الجيد الدهون الممتازة لجسمنا اللي موجودة في الأخضر طبعا أعلى بشعره يعني 0.3 أحماض وأنزيمات ومضادات أكسيدا وفيتامينات ومعادن كله على بعض اللي في الناشف 1.7 بالعشرة واللي موجود في الأخضر طبعا بظل أعلى اللي هو 1.8 بالعشرة نشوف المعادن اللي هو فيه البوتاسيوم اللي موجود في الأخضر هو ضعف اللي موجود في الناشف الصوديوم أربع أضعاف شوف الأرقام أمامك الصوديوم أربع أضعاف اللي موجود في الناشف الكالسيوم ثلاث أضعاف تقريبا اللي موجود في البصل الناشف الحديد كم ضعف سبع أضعاف وشوي اللي موجود في الأخضر أكثر من اللي موجود في الناشف الماغنيزيوم الضعف يعني هذا في عشرة وهذا في عشرين ميلغرام الزنك تقريبا الضعف مشوين النحاس ضعفين الفوسفور أكثر الأخضر أعلى من الناشف المنغنيز برضو أعلى والسيلينيوم برضو أعلى مركبات الكابريت يتساوى فيها الأثنين طبعا مليانة مركبات الكابريت يتساوى فيها أثنين زي بعض يعني ومركبات اليود أيضا يتساوى فيها الناشف أو الأخضر نشوف بالنسبة للفيتامين البصل الناشف فيه أربعة مايكروغرام البصل الأخضر فيه خمسين مايكروغرام شوفوا الفرق كم الفرق ما بين البصل الأخضر والأحمر B1 هذا فيه 0.046 هذا أعلى منه بشوي فيه 5.5 اللي هو الأخضر B2 هذا فيه 0.27 هذا فيه 0.08 مرضو الأخضر أعلى B3 B3 1 1 6 5 2 5 أكثر من أربع أضعاف هذا اللي موجود في الأخضر طبعا لغاية الآن الأخضر أفضل B5 اللي هو بنتاثونيك أسد هذا اللي موجود في البصل الأحمر والبصل الأصفر الناشف أكثر من اللي موجود في الأخضر وبرضو بيتامين B6 أعلى اللي موجود في البصل الناشف B9 أعلى بكثير في البصل الأخضر اللي هو الفوليت أعلى بكثير في البصل الأخضر فيتامين سي ضعفين وشوي هذا 7 ميليغرام هذا 18 ميليغرام فيتامين إي طبعا أعلى بكثير شوف هذا 0.02 هذا 0.55 0.55 يعني برضو أعلى بكثير ومنيجي لفيتامين كي المهم جدا هذا فيه 0.4 هذا فيه 207 كم مرة أكثر الأخضر يعني يتعدى المئات من المرات من الأبعاد واللي بدو يرجع يشوف حاجة جسمنا من الفيتامينات والمعادن فيه هذا الفيديو موجود في القناة يمكنك أن تشاهده أو تشاهدي طبعا إحنا قلنا شبه صيدلية ليش ببنا نعرف ليش طبعا مقارب جدا للثوم واللي بدو يشوف معلومات عن الثوم هذا فيه فيديو الثوم موجود في القناة أيضا طبعا مصدر فيتامينات معادن مضادات أكسيدة مضادات بكتيريا مضادات فيروسات زي وزي ما حكينا عن الثوم بعض البحوث تقول فيه 34 مادة مضادة للأكسيدة وبعض البحوث تقول 38 نعتبرهم 34 بلاش نقول 38 فيه مادتين مهمتين جدا في هذا البصل طبعا مادة اسمها الكيرسيتين ومادة اسمها الأنثوسيانين طبعا هذول الثنتين من أقوى مضادات الأكسيدة اللي موجودة في البصل موجودة بكميات كبيرة وأكثر شيء موجودة في البصل الأحمر وهذا اللي بتعطي اللون الأحمر للمادة للبصل يعني البصل بتلاقيه فيه أحمر غامق فيه كل ما ارتفعت هاينس بتبكير سيتين والأنثوسيانين بتزداد البصل في قوته كمضاد أكسيدة عشان هيك الصح موجودة في البصل الأحمر أقواها كمضاد أكسيدة طبعا يحتوي على الكثير والعديد من المركبات الكابريت وزي ما ذكرت أيضا الكثير من مواد أو مركبات اليوم هل له أضرار؟ أنا بالنسبة لي ما بعرف إله أضرار إلا الرائحة لما ناكل بصل ونكثر منه بتكون رائحة قوية وهذه حلها بسيط يعني قبل ما نروح نقابل حدا قبل ما نروح على المسجد ناكله بفترة وبعد هيك الواحد ينظف أسنانه بالفرشاو المعجون فبتخف كثير رائحة البصل هاي أو حبة قرنفل واللي جرب شغلات ثانية اللي بتذهب رائحة البصل ياريتي شاركها في التعليقات ليستفيد منها الجميع إن شاء الله طبعا اللي عنده حساسية من البصل ما يأكل هاش الحساسية من البصل أو من أي شيء ثاني اللي عنده أي نوع من أنواع الحساسية ما يقربه شيء يعني جرب يأكل اللي بيصير عنده مغس صداع حكة هرش شيء زي هيك لا يقرب البصل أود أن أشكر جميع أبطالنا أفراد عائلتنا متحدي وقاهري السكري اللي انضموا إلى هذه القناة أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله وإذا كنت بتشاهدني للمرة الأولى معكم أخوكم الدكتور علي القاسم ونحن في هذه القناة لا نقدم المعلومات فحسب ولكن نغير حياة الناس للأفضل طبعا وممكن في بعض الأحيان أنه ننقذ الأرواح فإذا كانت صحتك مهمة بالنسبة لك وكنت تعاني من أمراض العصر كالسكري أو ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأعصاب أو تريد تخفيف الوزن الزائد والدهون في جسمك وتحمي نفسك وعائلتك من مضاعفاتها المرعبة وتقلل من الأدوية أو حتى تتخلص منها نصيحتي أن تشترك في هذه القناة وتشاهد أكبر عدد ممكن من الفيديوهات لسبب وجيه وهو أنه في شيء أهم من اللي راح تستفيده من أي فيديو الأهم أنه شو راح يفوتك إذا ما بتشاهد هذه القناة سوف تعلمك علم الطعام وهو ما يوجد في الأطعمة من ساعة ما تطلع من الأرض إلى أن تصل إلى فمنا ويعلمك علم التغذية ألا وهو ما الذي يحصل في جسمك بعد تناول هذا الطعام أو ما الذي يحصل لهذا الطعام بعد أن يدخل إلى جسمك إلى أن يصل إلى الخلية وستعلمك أيضا كيف تصبح طبيب نفسك بمعنى أن لا تزور طبيب وكلها نصائح من تجربة الشخصية ونجاحي بحمد الله مع مشاكل العصر الصحية وتخفيف وزني 27 كيلو في ثلاثة أشهر ورابط فيديوهات قصتي في صندوق الوصف والتي ستعطيك نتائج ممتازة إن شاء الله واعتمادي على الله جل وعلا وعلى مجموعة من أمهر وأصدق الأطباء والجراحين وعلماء التغذية في العالم أولهم هو الطبيب اللي دلني على هذا الطريق ألا وهو جيسون فانغ الدكتور جيسون فانغ من كندا صيني يعيش في كندا ومن أشهر كتبه The Cancer Code وThe Amethyst Code وأوبسيتي Code والدكتور جون يتكن من بريطانيا وهذا كتابه Pure White and Deadly هذا كتاب مهم يشرح حقيقة السكر والبروفيسور تيم نوكس من جنوب أفريقيا وهو معروف بتحدي النماذج الشائعة والقديمة في مجال الطب والتغذية له أكثر من 750 مقالة علمية وبحث علمي وتم الاستشهاد بكلامه في أكثر من 16 ألف بحث طبي وعلمي والبروفيسور دكتور روبرت لستيغ من أمريكا أخصائي الغدد الصماء وأستاذ طب الأطفال ومن رأيه وبرأيه الشخصي هذا الكتاب Metabolical هو بالنسبة لي من أهم كتب الطب اللي يجب الإطلاع عليها من جميع الناس وإن شاء الله راح نعطيكم ملخصات هذه الكتب في هذه القناة وكلهم وما يقارب 1900 طبيب آخر من جميع أنحاء العالم حدفهم واحد ألا وهو تغيير ما فعل هذا الطبيب عام 1961 واللي ضيع وأهلك البشرية وتذكر أخي وأختي أننا في هذه القناة لا نعطي المعلومات فحسب ولكننا نغير حياة الناس بإذن الله وأحيانا وممكن أن نكون ننقذ الأرواح فكن واحدا مننا وشارك هذه القناة وهذا الفيديو مع كل شخص بتحبه وبهمك أمره لأنك ستؤجر على فعل الخير وهذا الخير اللي تفعله رح يرجع لك بطريقة أو بأخرى أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة وأشكر أيضا فريق العمل بارك الله فيكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر